بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الحضور الأعزاء ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن اليهود في الزمن الغابر كانوا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الكون وأوجد الكون ولكنه لا يستطيع أن يتحكم في القوم فالله سبحانه وتعالى هو الموجد وهو الخالق ولكنه غير قادر على التأثير في الوجود الخارجي وغير قادر على التأثير في الأحداث وفي الظروف السياسية والقضايا الاجتماعية قال تعالى في تبين هذه الفكرة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبصوفتان هذه العقيدة اليهودية قد تسربت وتشربها العلمانيون واتخذوها أساسا لفكرهم لفصل السياسة عن الدين وبعد أن أسسوا لها وقعدوا لها تسربت هذه الفكرة بأن يد الله مغلولة وأن لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يؤثر في الظروف الخارجية والظروف الاجتماعية بين الناس والظروف السياسية تم فصل الدين عن السياسة هذا الفكرة وهذه الفكرة انتقلت وتسربت وتشربت في أفكار المسلمين وأصبحت وكأنها حقيقة ثابتة لدى المسلمين الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الظروف الموضوعية الخارجية وأن الله سبحانه وتعالى خالق ومؤثر لذلك لذلك إن هذا الفهم الذي تسرب إلى المجتمع الإسلامي وهو عدم قدرة الله سبحانه وتعالى على التأثير حاول أن يجيبه الله سبحانه وتعالى بعدة آيات فالمثقفين الإسلاميين اليوم يطرحون أننا لا يمكن ولا نمتلك القدرات والإمكانيات التي تمتلكها السلطة ولا نمتلك القدرات التي تمكننا من النصر والغلبة في صراعنا مع السلطة فالسلطة تملك الجيش وتملك المال وتملك السلاح والعتاد وتملك القدرات والقوات لذلك نحن لا نستطيع أن نجابه السلطة وأن نقارع السلطة وأن نقاوم السلطة وأن نفرض إرادتنا على السلطة السلطة مدعومة من أمريكا ومدعومة من بريطانيا ومدعومة من قبل دول الخليج الذين يملكون النفط والغاز لذلك لا يمكن لأمريكا أن تفرط بالبحرين وبنظام البحرين على حساب من وعلى حساب ماذا من أجل تفرط بمصالحها في المنطقة من أجل شعب قليل لا يتعدى ولا يصل مقداره إلى مليون واحد هذا الطرح ينتشر في الأوساط ويتم إقناع البصطاء من الناس بهذا الطرح نقول هذا الكلام كله صحيح مئة بالمئة ولكن لو كانت يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان كما يصرح بذلك القرآن الكريم إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الوضع ويغير الظروف لو أننا آمنا بما وعدنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قد وعدنا بعدة وعود في آيات عديدة وكثيرة ومتكررة بأن الله قادر على أن يغير الأوضاع والظروف الخارجية لنستمع لبعض الآيات التي يقرؤها التي يأتي بها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وذلك لرفع إشكال وتوهم لدى الناس أن نصر الله سبحانه وتعالى قد يأتي ولكن في الآخرة حين يحاسب الله الناس فإنه يحاسب المؤمنين ويثيبهم ويزيهم ويحاسب الطغاة والمجرمين فيعاقبهم كل هذا صحيح ولكن الآية الكريمة صرح أن النصر المعنية هو نصر في هذه الحياة الدنيا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ويقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ويقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إن وعي معية الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله والمصارعين لإرادة الطاغوت في الأرض تعطي المجاهدين عزة وتعطيهم قوة وصلابة وثبات وتزيدهم إصرارا وأملا وتضيف إلى أملهم أملا تجعلهم يعيشون ويستمرون ولا يتخلل اليأس إلى نفوسهم أبدا فمعية الله تمنحهم الطمأنينة والثبات والسكينة والاستقرار وتأزرع في نفوسهم الثبات في ساعات المحنة والبأساء والضراء يقول تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قد يقول قائل إن هذا الكلام وهذه الآيات قد نزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهي تتحدث عن النبي الأكرم وعن المسلمين من السلف الصالح وهي لا تعنينا نحن هي لا تتحدث عن زماننا هذا تتحدث عن زمان النبي وزمان الصحابة اليوم السلطات تملك القدرات الهائلة تملك الاستخبارات وتملك الجيش وتملك السلاح والعتاد وتملك القدرات التي لم يكن يمتلكها المشركين في ذلك العصر فكيف بكم إذ تزايدون علينا بهذه الشعارات وبهذا الكلام الفضطاب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع أقول قول الله سبحانه وتعالى حيث قال وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ من الأرض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَنْ لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ من رُسُلِنَا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا فلن تتبدى سنة الله سبحانه وتعالى في نصرته ونصره لعباده المؤمنين وفي هزيمته للطغاة والمستكبرين إن هذه السنة هي سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والظروف إنها سنة ثابتة إذا حافظنا على شروطها واعتقدنا بها اعتقادا راسخا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وعلى إثر هذه العقيدة الراسخة لدينا نقول أولا إن النظام الخليفي زائل لا محالة وإن النظام الخليفي زائل لا محالة انصبرنا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى واستمرينا في حركتنا ثانيا إن النظام الخليفي وبعد مضي ثلاث سنين ونيف قد طرح ويطرح اليوم بعض المبادرات السياسية ليخرج نفسه من المأزق الواقع فيه فاليوم هو يطرح ستة ستة ويطرح ثمانية ثمانية أربعة من أجل أن يكسب الشرعية التي لم يستطع أن يفرضها بالقوة وبالحديد والنار ثلاث سنين ونيف وهو يحاول أن يفرض إرادته على الناس بالقوة بالقتل والتشريد والاعتقال والتعذيب وبانتهاك الحرمات وبهدك المقدسات ولكنه بعد أن عجز عن فرض شرعيته على هذا الشعب الصابر والثابت يأتي اليوم ليطرح هذه المبادرات السياسية من أجل أن يحتال على شعبنا نحن لدينا تجارب مريرة مع هذا النظام وآخر هذه التجارب تجربة الميثاق فهي لم تغب عن أذهاننا بعد أن وعدنا شفهيا وكتابيا بأن يعطي شعبنا حقوقه ولا ينقصه شيئا ولكنه انقلب على كل ما تم الاتفاق عليه إن هذه التجارب التي قرأناها ونقراها على طول تاريخ آل خليفة تعطينا قناعة راسخة بأن آل خليفة يغدرون ويمكرون لذلك إن موقفنا من هذه المبادرات هي موقف الرفض والتحدي وإننا مستمرون إن شاء الله سبحانه وتعالى في ثورتنا حتى إسقاط هذه العصابة المجرمة الخليفية إننا نرفض هذه الدعوات والمبادرات السياسية لمعرفتنا بتاريخ آل خليفة الخدّاع وندعو كل الفصائل السياسية أن لا تنخدع بهذه المبادرات السياسية وأن من يقف خلف هذه المبادرات هو أمريكا وأمريكا هي عدو لشعبنا تتبع مصالحها ولا تعتني بمصالح الشعوب المستضعفة في أي مكان كان بعد كل هذه الجرائم لا يمكن أن نمنح هذه العصابة شرعية وَلَدَيْنَا ثِقَةٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبِوَعْدِهِ بِأَنَّ النَّصْرَ قَادِمٌ لَا مَحَالَةٌ فلما استيئس الرسل أتاهم نصرنا ألا إن نصر الله قريب وسيأتي ذلك اليوم الذي تقر به أعين عوائل الشهداء بأخذ القصاص من القتلة المجرمين من آل خليفة وجلاوزتهم وعصابتهم في القريب العاجل إن شاء الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن موثقلين وأن يؤاوي مطاردين وأن ينصرنا نصرا عزيزا وليس بهذه المبادرات المذلة لشعبنا التي يراد لها أن تجلب العار والذل والخنوع بعد أن عشنا العزة والكرامة لرفضنا لهذه العصابة المجرمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته